دخلت تونس المرحلة الثانية من الحج الصحي المعجة مع تواصل تخفيف القيود التي فرضت لتصدي لتفشي فيروس كورونا رياض الأطفال استأنفت أيضا نشاطها فيما ينتظر أن تفتح المساجد والفنادق أبوابها في الرابع من الشهر حزيران يونيو المقبل أعاقها مرض خبيث كما أعاق وباء نادر البلاد برمتها هي هزمته وتونس تحف الخطى للانتصار عليه فها هي تستعيد نسق حياتها شيئا فشيئا إثر انحصار الوباء لم تتردد إخلاص في النزول إلى الشارع لأنها تدرك قصمة المرض قبل الجميع الحمد لله بعد شهرين تخيصك من الحجر الصحي ومن الحصرة في الدار بدأت الناس تخرج تخدم بدأت شوية حوين تتحلم تعالبسة وكل شيء إن شاء الله تتنح علينا الكورونا وتتنح علينا المرضى بيز ومعنى إيز يبعد علينا ويخلينا مرتاحين الناس الكل أعادت تونس ضبط ساعتها على مواعيد استئناف وثلاث الحياة لعلى فرض مزيد من القيود عاد منصور إلى سالف عمله بعد طول انتظار فالمقاهي فتحت أبوابها دون المقوث فيها تمهيدا لفتحها كليا وإعادة جميع الأنشرة إلى ما كانت عليه بعد أسبوع بعد شهرين ونص من التسكير لرينة برشة في التسكير قالوا أنت واحد بطالة سألينه لص يغير لوس برينة برشة ولا بيستوى حدها لذي يخدمها بشوية بشوية امتلأت الأسواق واقتضت الشوارع ذك إذان بعودة الحياة في البلاد فسخم العاصمة أقوى على ما يبدو من الوباء القاتل حتى وإن هزم الكثير يعود نسق الحياة تدريجيا في تونس بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي العام حالة من الارتياح في الشوارع تعكس تحسن الوضع الوبائي لكن الخطر ما زال قائما بسم الدعاسي العربي تونس بدأت الحياة تدب من جديد في أوصال الضفة الغربية إذ خففت الحكومة الفلسطينية إجراءات الإغلاق العام مع الحسار تفشي فيروس كورونا مراسلتنا يارا العملة تصدت لنا ذلك إلى هناك لأول مرة منذ ثلاثة أشهر لم يدعو المؤذن الناس للصلاة في بيوتهم فباب المسجد بات مفتوحا الفجر العظيم هذا ما سمه المصرون بعد قرار الحكومة الفلسطينية فتح أبواب المساجد والكنائس وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا مع انحسار انتشار فيروس كورونا الشوق إلى المسجد دفع الحاج باسل لقيام بصلاة الفجر بسجادته الخاصة التزاما بشروط الصحية إعلان الحكومة حزمة تسهيلات أشعرت الفلسطينيين بالارتياح وبخاصة مع فتح المنشآت التجارية والصناعية في ثالث أيام عيد الفطر ثلأت الأسواق بالباعة والمتسوقين فيما خرج كثيرون ليتمتعوا بحرية التجوال بعد التزام المنزلي أكثر من سبعين يوما بصراحة يعني احنا رجعنا لنقطة السفر بالنسبة لأقتصاد البلد ما في شغل ما في حركة شكات رجعت التزامات كبيرة علينا وما فيش حتى طبعا ما فيش تعويت هذه المشكلة تسهيلات الحكومة هذه تأتي تدريجيا بعد انحسار انتشار فيروس كورونا وتعافي 483 مصابا من أصل أكثر من 600 وإخلاء مراكز الحجر الصحي أما الأيام المقبلة فستشهد عودة موظفي القطاع العام إلى أعمالهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى جانب إعادة فتح رياض الأطفال مع الالتزام بالإجراءات الوقائية أخيرا تعود الحياة إلى طبيعتها ويعود الفلسطينيون في مناطق السلطة الفلسطينية إلى أعمالهم بعد غياب دام قرابة ثلاثة شهور بسبب فيروس كورونا وتبقى هذه الإجراءات مرهونة بتطور الحالة الوبائية وانتشار الفيروس يارى العمل العربي رامو الله قررت الحكومة الأردنية إجراءات جديدة ضمن تخفيف القيود المفروضة بسبب وباء كورونا حيث أعلنت إنهاء الحضر الشامل الذي امتد مدة 72 ساعة أثناء عطلة عيد الفطر كما أعادت الحركة إلى الشوارع بنظام الحضر الجزئي لساعات محددة وبدأ الأردن أيضا تطبيق الإجراءات في عدد من المحافظات معلنا العودة الجزئية لموظفي القطاع العام وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد الأردني ومحاولة إعادة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها بعد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا أعلنت السعودية تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا تمهيدا لرفعها نهائيا بحلول الحادي والعشرين من يونيو القادم دول أوروبية منها إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا شرعتها أيضا في تخفيف هذه الإجراءات فيما أعلنت اليابان رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ أبريل الماضي فيروس كورونا المستجد شر لا بد من التعايش معه قرار فرض نفسه على دول عدة تسببت إجراءات العزل فيها بأضرار اقتصادية جسيمة وبعد أشهر من إجراءات العزل الصارمة قررت السعودية رفع الحظر عن جميع مناطق البلاد باستثناء مكة المكرمة وتخفيض عدد ساعات حظر التجوال والسماحة بموارسة الشعائر الدينية باستثناء العمرة وكذلك السماحة بالرحلات الداخلية دول أوروبية وآسيوية قررت أيضا تحدي الفيروس بكسر القيود التي فرضها كوفيد-19 ولكن بتكيف نمط الحياة مع هذا الضيف الثقيل إيطاليا التي كانت بؤرة البيروس في أوروبا دخلت مرحلة جديدة من رفع القيود مع إعادة فتح الصلاة الرياضية وأحواض السباحة بعد أسبوع من إعادة فتح المطاعم سكان العاصمة الإسبانية مدريد استفادوا من أول إجراء لتخفيف الإغلاق مع إعادة فتح أرصفة المقاهي والمطاعم والمساحات الخضراء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن أن البلاد ستعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والمراكز التجارية في الشهر القادم اليابان رفعت حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على مستوى البلاد منذ منتصف أبريل إيران أيضا أعلنت إعادة افتتاح المساجد والمراقب الدينية لكن هذا التخفيف لن يكون مطلقا وبلا ضوابط أول تلك الضوابط هي مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي فيما فرضت بعض الدول وضع الكمامات وفي الوقت الذي بدأت فيه أوروبا التحرر ببطء من قيود العزل تشهد دول أمريكا الجنوبية وخاصة البرازيل هجوما شرسا من الفيروس حولها إلى بؤرة عالمية جديدة معادلة فرضها كوفيد 19 مضمونها ألا تخفيف لقيود العزل إلا بعد أن تقدم له قرابين من الضحايا تهدئ من تنمره واستمخاوف من عودته في موجة جديدة الخريفة المقبل ومع تخفيف إجراءات العزل في بريطانيا يتجنب سكان لندن وسائل النقل العامة لصالح الدراجات الهوائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا أصبحت هذه الدراجات منافسة رئيسيا أو حقيقيا للسيارات في معظم الطرقات البريطانية وصل الفيروس من الصين وهذا مشهد صيني في قلب لندن اخترعت أوروبا الدراجة والصين ركبتها حولتها مع مرور الوقت إلى ثقافة شعبية تصدرها اليوم إلى عواصم غربية يخرج اللندنيون شيئا فشيئا من محاجرهم وقد غير الوباء ملامح مدينتهم طرقات كثيرة لن تكون للسيارات والنقل العام لم يعد متاحا للجميع من المؤسف أن الأمر يتطلب جائحة لتثبت لنا أننا بحاجة لتنقل بطرق آمنة في لندن ومع التزام العمدة وتوفير التمويل يظهر أن هناك تغييرا على كافة المستويات منذ أن كان عمدة للندن هرم بوريج جونسون ومعه نشطاء البيئة من أجل هذه اللحظة منذ سنوات يكافح لتحرير البدينة من السيارات وقد جاءته هدية من الصين الفيروس قاتل ومخلص في آن واحد غير سياسات النقل الحكومة البريطانية خصصت ربع مليار جنيه استرليني لتشجيع الناس على المشي وركوب الدراجة إلى أعمالهم شقت مسالك للدراجات اقتطعتها من طرق السيارات رفعت رسوم النقل العام وزادت ضريبة دخول المركبات إلى وسط لندن لتخفيف الإزدحام لا يزال الناس يخرجون لممارسة رياضة الرقد في الجو الماطر أو العاصف سيستنتعون به والأمر ذاته ينطبق على رياضة ركوب الدراجات الهوائية الدراجون متربحون من الأزمة لن يعطس في وجوههم أحد ابتسمت لهم شمس الربيع فزاد عددهم متعة ورياضة تنقل آمن ومجاني وبعضهم يراهن على التخلص من كيلو جرامات زادها الحجر على وزنه فهل يطول ولاؤهم للدراجة أم أن شتاء لندن الطويل سيسوقهم مجددا إلى أنفاق المتر الدافئ سقيع لندن أيضا ليس أرحم من الفيروس أمراضه تفتك بالآلاف سنويا سابر أيوب العربي لندن نبقى مع سابر أيوب من لندن أهلا بك سابر إذن مؤخرا هناك ثمة أزمة ثقة بين الشعب البريطاني والحكومة البريطانية خصوصا مع عدم التزام المستشار الأقرب لبوريس جونسون بقرارات الحكومة بالعزل كيف يتفعل البريطانيون مع قرارات الحكومة الجديدة بتخفيف إجراءات العزل والحج الصحي في بريطانيا بالفعل سابر تولدت في الحقيقة أزمة ثقة لدى الحكومة أو بين الحكومة البريطانية والرأي العام في بريطانيا خاصة وأن استطلاعات الرأي تشيء اليوم بأن الثقة في الحكومة وشعبية بوريس جونسون وحكومته نزلت من 20 نقطة إيجابية إلى نقطة واحدة تحت الصفر أي بتسعة عشر نقطة وهو لم يسبق لأي حكومة أن شهدت مثل هذا الانخفاض في الحقيقة وهذا مقلق بالنسبة لحكومة بوريس جونسون خاصة وأن أغلب وزراء هذه الحكومة يتمسكون بدومينيك كامينغز الذي خرق أو المتهم بخرق إجراءات العزل من خلال سفره إلى بيته العائلي أو بيت والديه في مقاطعة درم على بعد 240 كم من لندن في حين كان البريطانيون يعانون تحت إجراءات العزل ولا يمكنهم الذهاب إلى أقصى من كيلومترات معدودة خارج بيوتهم من أجل ممارسة الرياضة والإجراءات الأخرى أو الاستثناءات الخمسة الأخرى التي حددت الحكومة في حين كان يتجول في بريطانيا هذا ما أغذب البريطانيين أغذب وزراء في الحكومة والبرلمان ونواب في البرلمان مما أدى إلى استقالة وزير في الحكومة البريطانية وهو دوغلاس روس وزير الدولة المكلف بشؤون اسكتلندا ضريبة سياسية تدفعها حكومة بوريس جونسون والضريبة الأكبر قد تكون في حال فرض إجراءات أخرى أو التعديل على أي إجراءات أو في حال عودة الوباء بقوة بموجة ثانية فإن الثقة في الحكومة البريطانية تضعضعت ولا يمكن في كثير من الحالات للناس أن يلتزموا بأي إجراءات مستقبلية فيما يخص مكافحة فيروس كورونا شكرا لك صابر ننتقل إلى معاذ حامد من بلباو أهلا بك معاذ إذن هناك دعوة إسبانية لفتح الحدود مع الدول الأوروبية تلتقي مع الدعوة الفرنسية الألمانية كيف تترجم إسبانيا هذه الدعوة على أرض الواقع؟ نعم في الحقيقة إسبانيا دعت الدول الأوروبية إلى مفاوضات حول أشكال فتح الحدود حتى تنشط القطاع السياحي الذي تضرر بشكل كبير حيث يعتمد القطاع الاقتصادي الإسباني على جزء كبير تقريبا 12% من الدخل الإسباني هو يعتمد على السياحة لذلك الآن هناك مفاوضات مع الدول الاتحاد الأوروبي ومفاوضية الاتحاد الأوروبي حول كيفية فتح الحدود وما هي الإجراءات التقنية التي يجب اتخاذها للسماح للتنقلات في السفار هناك حاليا مفاوضات فعلية ما بين إسبانيا والبرتغال في ذات الموضوع وهناك مثلا كلام عن فتح مسارات معينة وإجراءات معينة للسماح لسفر بين هاتين الدولتين محليا هنا اليوم تم فتح الشواطئ في المناطق التي تشهد انتقالا إلى المرحلة الثانية خصوصا في شمال البلاد وجنوبها يعني نحن نتحدث عن إقليم الباسك أما في الجنوب فنحن نتحدث عن مناطق مثل الأندلس أو جنوب الأندلس التي تقع على شاطئ البحر المتوسط تم فتح هذه الشواطئ للمرة الأولى منذ تقريبا سبعين يوم وفي موضوع آخر الحكومة مستمرة في في إعادة احتساب الوفيات تم احتساب مثلا مئتين وثمانين وفاة جديدة ارتفاعا عن الوفيات التي تنقيصها يوم أمس وهي ما يقارب ألفين وفاة لكن الحكومة تقول أن أكثر من عشرة أقاليم خلال سبعة الأيام الماضية لم تسجل أية وفيات وأن عدد الإصابات خلال 24 ساعة الماضية في عموم إسبانيا بلغ 194 إصابة فقط وأن الوفيات في الأسبوع الماضي بلغت 30 وفاة فقط إليك سبعة شكرا لك معاذة حامد من بلباو إسبانيا وننتقل إلى شيبة الحمد أهلا بك شيبة من الخرطوم شيبة إذن الأعداد تزداد في السودان ما هي احتمالات تفشي فيروس كورونا مجتمعيا وكيف تجهز له الحكومة في هذه الأعداد المتزايدة نعم الحكومة حتى الآن تحاول عبر الحظر الشامي الذي طبقته منذ أكثر من شهر أن تحد من الانتشار المجتمعي ولكن يبدو أن هذا الإجراء لم يكن كافيا باعتبار أن تطبيقه لم يكن بصورة الصحيحة من قبل الناس في الشوارع والمجتمع السوداني ليس كلهم بالتأكيد ولكن جزء منهم لم يلتزم بتطبيق هذه الإرشادات والقواعد بصورة جيدة لذلك بررت وزارة الصحة هذا الارتفاع لعدم التزام الناس بهذه الموجهات بالمقابل تدرك الحكومة تماما قدراتها على تغطية نفقات هذا المرض من خلال الموعين الصحية الموجودة الآن خصوصا وأنها تعاني من أزمة اقتصادية الموعين الصحية في البلاد لن تحتمل أي تصاعد في وطيرة انتشار هذا الوباء إذا كانت هناك أعداد كبيرة من المصابين لذلك معظم من تم الإعلان عن إصابته هم قيد الحجر المنزلي ومن المعلومة أنه لا يوجد له دواء لكن هناك إرشادات معينة وتقوم بتقديمها لهم وزارة الصحة خوفا من انتشار هذا الوباء وتلزمهم بالعزل المنزلي ومن ناحية أخرى أيضا تتصاعد الأرقام يوميا آخر حصيلة كانت صباح اليوم تم الإعلان فيها عن 156 حالة 122 منها في الخرطوم إليك سبا شكرا لك شيبال حمد على كل هذه التفاصيل نعود إليك في نشرات لاحقة لمتابعة الأعداد في السودان ونشكر شبكة مراسلين أيضا من لندن وإسبانيا نوصل مع أخبار فيروس كورونا في روسيا أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك المعنية بمكافحة الوباء أن قيود الحركة لن ترفع تماما إلى أن يتم توفير لقاح يأتي هذا تزامنا مع تصريح وزير الصحة الروسي قال فيه إن التجارب على لقاح ضد فيروس كورونا تسير وفق الجدول المحدد مراسلنا زر أحد المختبرات الروسية ووفانا بالتقرير التالي سباق محموم للوصول إلى لقاح ضد كورونا ثمانون مختبرا حول العالم يعملون على تطوير اللقاح حسب منظمة الصحة العالمية ضعف هذا العدد يسابق الزمن للغاية ذاتها بحسب خبراء وقد لا يبلغ الهدف سوى جزء منهم أنا متأكد من أننا بحلول الخريف سنحصل على عدة لقاحات بل على عدة نماذج لأدوية ضد كورونا على أساس الأسام المضادة تسبق أخبار اللقاح ظهوره وتتضارب مع أنباء تؤكد بأن الخلاص بعيد المنال هنا في المختبرات يؤكد خبراء روس أن اللقاح بات موجودا وقيد الاختبار يجمع الكثير من العلماء في روسيا على أن اللقاح قد يظهر في الخريف بيد أن الطريقة إلى توفر اللقاح قد تكون طويلة مكافحة الفيروس أصبحت جزءا من العمل مسافة الأمان باتت من مفردات الحياة اليومية بالإضافة إلى سبل وقاية أخرى تحد من الإصابة بكورونا لكنها لا تضمن السلامة منه معطيات أنعشت المبيعات عبر الإنترنت على حساب المتاجر تأقلمت مع هذا الواقع الجديد كان غريبا في البداية ولكنني الآن اعتدت على هذه القواعد كما يعتاد الإنسان كل شيء عادات جديدة فرضها فيروس كورونا قد تصبح سلوكا للكثيرين بعد زواله محمد حسن العربي موسكو تسبب توقف حركة الطيران والحضر الذي عم تركيا بسبب انتشار فيروس كورونا في شل قطاع السياحة في البلاد وأفقد أيضا الخزينة أحد مواردها الرئيسية إسطنبول التي تميزت خلال فترة الأعياد بحركة سياحية نشطة تحولت هذا العام إلى مدينة خالية من الزوار والسياحة معالم سياحية خاوية جاء موسم العيد وغاب السياح فيروس كورونا بدل حال كل شيء في مثل هذه الأيام كانت إسطنبول قبلة كثير من الزوار خسائر فادحة تكبدها قطع السياحة في البلاد ثم تأمل في انفراجة قريبة تعيد المدينة إلى ألاقها انتكاسة كبيرة أصابت السياحة في تركيا بسبب كورونا لكننا متفائلون نتوقع أن تعود السياحة الداخلية رويدا رويدا خلال شهري تموز وآب والسياحة الخارجية خلال شهري أيلول ودشرين الأول 52 مليون سائح جذبتهم تركيا العام الماضي عائداتهم على الخزينة قاربت 35 مليار دولار لكن الفيروس أصاب رئة الاقتصاد التركي أيضا تركيا كغيرها من الدول لتأثر اقتصادها سلبا بعد انتشار كورونا والدخل القومي التركي يعتمد بشكل كبير على السياحة ولذلك أعتقد أن الفترة المقبلة ستكون صعبة للغاية السياحة مصدر أساسي لشريحة كبيرة من الأتراك الإغلاق أوقف تدفق السياح ويهدد بارتفاع معدلات البطالة ونذر أزمة اقتصادية قد تكون الأصعبة منذ عقود هذا قصر طبقاط أو الباب العالي كما يعرف بالعربية عادة ما يكون مقتضا بطوابير طويلة من السياح العربي والأجانب لكنه اليوم خال تماما من الزوار وحين تخلو المعالم السياحية في تركيا من زوارها تخلو معها جيوب الكثيرين من العاملين في قطاع السياحة عدنان جان العربي اسطنبول